ولأنه حلقة النهاردة بتتكلم عن المحامي والمحامي ده أستاذ الكلام مش هنعرف نغلبه بس برضو عرفنا نجيب من قلب مهنة المحامات أشهر عشر كتبات المحامين ممكن يكونوا بيكذبوها عليك أو بعضهم بيخبي عليك شوية حاجان الكتبة الأولى لو قالك أنه دي مجرد إجراءات بسيطة تعرف على طول أن القضية دي ممكن تاخد سنتين على الأقل لو قالك أن القانون بيقول كذا مدت كذا في سنة كذا قالت كذا وابتدى يقولك حاجات كتير كلها أرقام جواب بعض وكلام أنت مش فاهم اعرف بس أنه هو عايز يعلم عليك ويبين لك أن أنت مش فاهم حاجة في القانون وأن أنت جيت للشخص المناسب الكتبة الثالثة ما تصدقش المحامي لو قالك أنه هو متفرغ لقضيتك وأن هي دي قضيته هو شخصية لأنه أكيد يعني أكيد أنها كلها مجاملات لذيذة لزوم الشغل وأن أنت يعني أكيد مش كل حقاته الكتبة الرابعة ما تصدقش المحامي لو قالك أنه سريع تخيل كده أنه واحد بيتعامل مع عقود مدتها سنوات وقضايا بتقعد في المحاكم لحد ما يمكن الورثة يكسبوها هيتعلم الصورة عن مين الكتبة الخامسة ما تصدقوش أنه دخل كلية حقوق وهو نفسه كان يدخل كلية حقوق إلا لو تأكدت أن في حد من قيلته في كلية حقوق لو عيلة حقوقية آيه يبقى صح لكن أي حد تاني فينا بيدخل حقوق عشان بس ما يدخلش تجارة يعني على سبيل التغيير مش أكتر الكتبة السادسة لو متجوزة محامي ما تصدقيش أبدا قراره إلا بعد ما يأكد لك عليه ثلاث مرات ولو قويحتي وقلت له أنت اللي قلت كذا هيعمل معارضة الكتبة السابعة ما تصدقش أنه أنت ممكن تغلب محامي لا في الكلام ولا في الإثباتات هو حريف إثباتات والحركة في وسط الثغارات فالمحامي هيكسبك في الحتة دي في حاجة مش كلنا نعرفها بس المحامين بيحبوا السياسة قوي فما تصدقش المحامي لو قالك أنه ملوش في السياسة المحامي بيحب السياسة والسياسة بتحب المحامين وهذا ما وجدنا عليه الحياة الكتبة التسعة في ناس كتير مننا ابتدت تفكر في كلية حقوق بعد ما شافت أنه في العالم كله قد إيه مكانتها كبيرة فبس ما تخليش أحلامك وطموحاتك أنه كلية الحقوق زي ما بنشوفها في الأفلام الكتبة العشرة والأخيرة وعشان بس نوضح لو قالك أن الاستشارة القانونية ببلاش ما تصدقش هو مش فاتح مكتب خدمات اجتماعية ده مكتب محامي يعني الاستشارة بفلوس على كل حال دي برضو نص الحقيقة شكرا